اشتركوا في القناة وقال ياسر فإن موعدكم الجنة وهجر أصحابه إلى الحبشة وماتت زوجته خديجة وعمه أبو طالب وخرج يدعو الناس بعد أن لفظته مكة إلى الله في الطائف فأغروا به السفهاء فضربوا النبي بالحجارة حتى دموا قدميه بأبي وأمي ونفسي له الفداء وكان زيد بن حارث رفيقه في هذه الرحلة يرد الحجر برأسه حتى شج رأسه فالله تعالى حينما أراد أن يكرم النبي النبي تعب وضحى ولذلك لما عاد إلى مكة قال الله له بلسان الحال لا بلسان المقال إن كان أهل الأرض قد قلوك ولم يريد الاستماع إلى دعوتك فهيا بك نستقبلك في السماوات العلا فكان حادث الإسراء والمعراج فكرم الله في هذا الشهر نبينا بأعظم معجزة هي الإسراء والمعراج رفع الله له ذكره وكرمه صلى بالنبيين وقد صفوا له صفوفا في المسجد الأقصى إماما فصار إمام أهل الأرض إمام أهل الأرض سيد النبيين وارتفع إلى السماوات مع جبريل السماء الأولى أطرق من جبريل ومن معك محمد أو أقد بعث إليه قال نعم نعم المجيء جاء ففتحت باب السماء الدنيا فيرى رجلا شيخا وقورا قال من هذا يا جبريل قال هذا أبوك آدم قم فسلم عليه فسلم على والدنا آدم واستقبله آدم قائلا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وكان آدم عليه السلام مرة يلتفت إلى اليمين ويبتسم ومرة يلتفت إلى الشمال ويحزن ويتأفف قال ماذا يصنع أبونا قال تعرض عليه أرواح الخليقة من ذريته فأيما نسمة طيبة خرجت من جسد طيب تمر عليه فيفرح ويستبشر ويستقبلها عن يمينه وأيما نسمة خبيثة خرجت من جسد خبيث مشرك مرت على شماله بريح منتنة فيتأفف أترقوا برجلين شابين قال من هما يا جبريل قال ابن الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم قم فسلم عليهما فسلم عليهما وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فارتفعا إلى السماء الثالثة فاستفتح قال من قال جبريل قال من معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال نعم ففتح الباب وإذا برجل وجهه كالقمر والشمس في رابعة النهار قال من هذا يا جبريل قلم عليه حاق بن إبراهيم ارتفعا إلى السماء الرابعة واستفتح قال الخازن السماء الرابعة من قال جبريل قال من معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا فنعم المجيء جاء ففتح فإذا بشيخ وقور قال من هذا قال هذا أخوك إدريس فسلم عليه فسلم عليه فقال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فارتفعا إلى السماء الخامسة فاستفتحا فقيل من قال جبريل قال من معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا نعم المجيء جاء ففتحت باب السماء الخامسة فدخل فإذا جبريل قال هذا أخوك أسلم الله قم فسلم عليه فسلم على جبريل عليه السلام أسلم على سيدنا موسى كليم الرحمن فقال موسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما أراد النبي أن يصعد إلى السماء السابعة بكى موسى قال ما يبكيك يا أخي يا موسى إيه وحد وحد ما يبكى ما الذي يبكيك قال فتم من بعد يبعث يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل الجنة من أمته الله فارتفع إلى السماء السابعة فاستفتحا من جبريل من معك محمد نعم المجيء جاء ففتحت باب السماء السابعة فإذا بشيخ وقور قال من يا جبريل قال أبوك إبراهيم يسند الظهر على البيت المعمور الله السماء السبعة فقال البيت المعمور فسلم على أبيه إبراهيم فقال إبراهيم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فلم يبرح السماء السابعة حتى قال إبراهيم لسيدنا رسول الله يا محمد يا ابني أقرأ أمتك السلام الواحد اللي تفكر ناس يدنا إبراهيم يسلم علينا عليك السلام يا ابو يا إبراهيم راح نخف 16 القر المرسد اللي يظهر دعيك السلام قال أقرأ أمتك السلام عليك السلام يا خليل الرحمن وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وهي قيعان وغراس وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كأنه يقول أخبر أمتك وهم يتهيأون لدخول الجنة أن يكثروا من زراعها أن يكثروا من غراسها وإن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أشجار في جنان المؤمن في الجنة فنرى إلى البيت المعمور وإذا بسبعين ألف ملك يطوفون سبعين قال له اسمه هذا قال هذا البيت المعمور زين في صديحة كل يوم يطوف بالبيت سبعون ألف مذ خلقه الله وأي ما فئة تطوف به لن تعود إلى يوم القيامة كل يوم تجي سبعين ألف جديدة تطوف بالبيت المعمور فوق السماء السابعة الله 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 يا الملك انت عربي يا موحم صلازم هذا قريش اللي ما بغوش يسمعو الدعواء جاعدنا تشوف الملكون انت عرب بالعالمين زاد فوق البيت المعمور كمل السماوات كمل الكون دخل في واحد العالم وخر مع جبريل حتى وصل إلى مكان زاد نتعى النهاية دي العالم سدرة المنتهى النهاية تعالك سدرة المنتهى المنتهى النهاية وصفا نبس الله سبقال أوراقها أوراقها كأذان الفيالة الوراية دي العدد الوراية نتعال فيه ونبقها كقلال هجر القل القل تقع على القبيلة دي العدد يعني كل يبقى يقدر فغشي السدرة ما يغشى رأى النبي هناك من الأنوار ما الله به عليم يند عن الوصف ويفوق كنهه العقول الله 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 ينطلق منه أربعة أنهار أي 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 أشهد يا جبريل نهران هما بربعة من الجنة في الدنيا ونهران في الجنة أما في الدنيا النيل والفراط أيها وأما النهران في الجنة الكوفر نهر الكوفر زيد أخوين طلعوا فتوقف جبريل قال لم يصل إلى هذا المكان من خلق الله إلا أنا وأن ولن يجتاز هذا المكان إلا واحد في ملك الله هو أن صفي فنال هناك إمامة أهل السماء في بيت المقدس نال إمامة أهل الأرض صلى الله بل الأمية دا الإمامة البشار صلى الله لإيه صراع وسام أكرمه الله به يوشحه به كإمام لأهل الأرض في صدرة المدهة يوشح الله صدره إماما لأهل السماء فنال النبي في الإسراء إمامة البشر والجن ونال في صدرة المنتهى إمامة الملائكة والمخلوقات أجمعين من سكان السماوات في الإسراء إمامة أهل الأرض في صدرة المنتهى إمامة أهل السماء هو تقدم فتقدم الحبيب صلى الله عليه صلى الله عليه فزج في النور الله 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 زج في النور ولقي ربه وخاطبه بغير حجاب ولا ترجم ففرض الله علينا خمسين صلاة بدون واصفة ونزل بها فلما مر إلى السماء السادسة سأله موسى ما صنعت مع ربك قال افترض علي وعلى أمتي خمسين صلاة قال لقد جررت بني إسرائيل من قبلك وإن أمتك خلق ضعيف فعد إلى ربك فسأله التخفيف فإنهم لا يستطيعون ربك خمسين صلاة يا ربي يا ربي فعاد إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشرا والله تربعين فلما عاد ومر على السماء السادسة سأله موسى كلم الله كما سأله في المرة الأولى قال وضع عني ربي عشرا قال عد إلى ربك فقد جربت بني إسرائيل وإن أمتك خلق ضعيف فسأله التخفيف فعاد وضع عشرا فمر في المرة الثالثة على موسى فقال له مثل ما قال في الأول وعاد ووضع عنه عشرا قال عشرين فمر وعاد وعاد إلى الأرض على السماء السادسة فمر على كلم الله فسأله فأجاب بنفس الإجاق قال عد وسأله التخفيف فوضع عنه عشرا ولما نزل مرة على السماء السادسة على موسى كلم الرحمن فوقع نفس الحوار قال عد إلى ربك وسأله التخفيف فوضع خمسا فبقيت خمسا فمر على موسى حينما نزل إلى الأرض في السماء السادسة قال عد إلى ربك فأمتك خلق ضعيف وقد جربت بني إسرائيل قبلك فلم يقدره عد إليه وسأله التخفيف قال سألت رب التخفيف حتى استحييت فنادى المنادي أن يا حبيبي يا محمد هي خمس في العمل وخمسين في الأجر الحسنة بعشر أمثالها فدخل الجنة دخل النبي جنة أشو من الجنة اللي يدخلها لا صدرة المنتهى عندها جنة المأوى دخل إلى جنة المأوى جنة المأوى الله 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 شفاف الدنيا يعني شفاف دخل إلى جنة المأوى واسمه شفمة ماذا وجد عليه الصلاة والسلام في جنة المأوى قصرا لزيد بن حارثة وفيه أزواجه خنابينا عليه الصلاة والسلام صرف وجه وأخبر زيد بن حارثة بجواريه في الجنة فقال صرفت وجهي حياء وغيرتك ذكرتها يا زيد قال وعليك يغار يا رسول الله ورأى قصر عمر عمر سراج أهل الجنة ورأى جواري عمر وصرف وجهه فقال يا عمر قصرك في الجنة رأيته وفيه جواري وصرفت وجهي لعلمي بغيرتك فقال أو عليك وبك يغار يا رسول الله وسمع قرعن علي بلال كل سماء يصعدها يسمع قرع ودفن عليه قد سبقاه قال يا بلال ما صعدت من سماء إلا سمعت قرعن عليك قد سبقتني في السماء إلى الجنان في الأعلى أي عمل أرجى عندك يا بلال سبقت به كل المؤمنين قال يا رسول الله ليس لي عمل سبقت به الناس إلا أنني ما أحدثت من ليل أو نهار إلا جددت الوضوء وصليت ركعتين بعد كل وضوء كان يحافظ على سنة ركعتين يصليهما من النافلة إذا توضأ بعد الحدث الله 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 استقبله رضوان عليه السلام عند باب الجنة ثم خرج من الجنة وذهب إلى النار ربي ربي فاستقبله خازن النار غضبان وعلامات الغضب بادية عليه ولم يبتسم لرسول الله قال جبريل من هذا يا أخي يا جبريل كل الملائكة الذين استقبلوني استقبلوني مبتسمين فارحين مستبشرين إلا هذا قال على تعرف هذا يا محمد هذا خازن النار مالك عليه السلام ملك زبانية أهل النار ما ضحك مذ خلقه الله ولا يضحك أبدا العابدين ولو كان يبتسم لأحد لابتسم لك يا خير خلق الله ما يبتسم فرأى في النار امرأة سوداء في جهنم تعذبها هرة تقمشها في النار ورأى أول من جاء بالأصنام إلى مكة كيف يسميه؟ كيف يسميه؟ كيف يسميه؟ أول واحد جاء بالأصنام إلى مكة لا 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 الله رأى أول من جاء بالأصنام إلى مكة يجرجر قصبه في النار الله ثم نزل رسول الله صلوات ربنا والسلام علي النقطة الأولى الله ما يكرم واحد حتى يعبد الجهد الجهد فاش الجهد فاش الجهد فاش الجهد فاش في الدين ماشي الجهد في الدنيا ربي القراطاط يعطيهم على حساب بذلوك في سبيل للدين الدين 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 ديال الإمامات إمامة في الأرض لأهل الأرض منين؟ في المسجد الأقصى معناته أن الأمة لما ردتش بيت المقدس ما تكونش عندها الإمامة في الأرض كتولية التالية وفي السماء نال إمامة أهل السماء هذه الثانية الثالثة أن الله تعالى هناك في الملأ الأعلى أعطى الأمته إسراء معراش دائما واسمه هي إصلا فمن أراد أن تعرج روحه إلى العالي وتخترق السبع الطباق وتسجد تحت العرش فعليه أن يصلي صلاة خاشعة فحظك من الإسراء والمعراش الصلاة الصلاة بالليل والنهار ويحك يا ابن آدم تريد الكرامة عند ربك وتنام على الصلاة تنام أرسلت على الجيل ويحك ألا تستفيق ألا أتفيق ويحك ماش مغلت تديها شي حتى الصلاة ما يجل ماش مغلت تديها شي حتى داروك هذه الثالثة الرابعة أن النبي رأى في الملأ الأعلى أقواما يحرثون في يوم ويشتد عود الزرع وينضج فيحصدونه كل ما حصدوه عاد كما كان فهم يحصدون إلى يوم القيامة قال من هم؟ قال لدفوتوا الدنيا يدعوا الرب ويعلموا الناس ويتهدوا الناس على يديهم عاشوا غمرة ويعطيهم رب الأجر إلى يوم القيامة ما بقي أثروا دعوتهم في البشر إلى يوم القيامة الإسلام لإسلام لإسلام عنوان لالتزام الصلاة وعنوان التضحية من أجل الإسلام الدعوة إلى الله هذه الثالثة الرابعة ورأى الوسيد يا ربي واسمه أعظم ما يقربك إلى الله من الطاعات ههما وأعظم ما يدفعك إلى جهنم المعاصي ههما أنا بديه إن شاء الله ماش بالطاعات وأخي أول مسألة في الطاعات إن بيصل عليه وسلم شم رائحة كالمسك تنبعث من بستان نظر قال يا أخي يا شبريل هذه الراحة الطيبة المنبعثة من هذا البستان واسمه أريف من البوراق قالوا إنها مرأة تسمى ماشطة ابنة فرعون ماشطة ابنة فرعون كانت ذات مرة تمشط في القصر لشعر بنت فرعون فسقطت المشط سقطت المشط في الأرض فناولتها وتناولتها بيدها وقالت بسم الله قالت ابنة فرعون الله هو أبي قالت لا هو ربي وربك ورب أبيك قالت ألك رب غير أبي قالت هو ربي وربك ورب أبيك فسرصرعت إلى أبيها وقالت يا آبتي ألم تسمع إلى معشطتي ماذا قالت إنها تزعم أنها لها ربا غيرك وهو ربها وربي وربك فسيقت إليه مسلسلة قال ألك رب غيري قالت نعم ربي وربك ورب العالمين قال ارجعي عن ديني ثبتوا على دينكم والوغش زمان الفتناء ما يغركم شهاد الشي ثبتوا هذه غمرة عادكم تشمتكم هذه ثلاثيام من لا ربعية ما عندك قلت بضروحك شو تضروحك عندك تبيع الدنيتك ولا دينك بربع دوره دينك دينك إسلام الإسلام عندك هذه غمرة وربي ربي ربي ولها ستة أبناء فجيء ببقرة من نحاس تعرفوا سمو البقرة ولا ما تعرفوا قدرها ديالنحاس ووضعت فيها زيت وعذرمت النيران المتأججة تحتها حتى أغليت الزيت فسيق الولد الأكبر يرجع عن دينك وإلا رمين والدك في بقرة النحاس قالت ربي وربك الله اقضي ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فألقي الولد الكبير في بقرة النحاس وقبل أن يصل إلى الزيت ذاب اللحم والشعب وطفح العظم وهي تقول إنها لله وإنها لي راجعون الحمد لله من أجلك يا حبيبي يا ربي والدين ديالك ما عليش هذه أمان أعطيتها لي هذه أمان أعطيتها لي وراها ولات لي ارجع عن دينك ثاني الثالث الرابع الخمس السادس كان في صدرها يمتص الحليب من صدرها وثديها فجئ إليها فقال ارجع عن دينك الولد الصغير فتلجلج صدرها وكادت أن ترضيهم بقول فإذا بالغلام الصغير وكان قد التقم الثدي يترك الثدي وإذا بقطرة من الحليب تسقط على عينه ثم ينظر إلى أمه فيقول لها وقد أنطقه الله إعجازا وإكراما للمرأة الصالحة ماشطة فرعون قال لما أثبتي على الدين فإنك على الحق قالت ماشطة فرعون بعد أن جئ بها هي وغلامها للإقائها في بقرة النحاس قال فرعون لقد خدمتنا في هذا القصر كثيرا فقبل أن نلقيك في بقرة النحاس هذه ألك علينا من شيء تحبينه أن نقضيه لك أو وصية توصين بها ننفذها لك قالت نعم قالت إذا ألقيتني إذا ألقيتني وغلامي الصغير واختلطت عظامي مع عظامي أبناء الستة فإني أوصيك يا فرعون أن تجمع عظامي مع عظامي أبناء في قبر واحد كلا لك ذلك فألقيت في بقرة النحاس فدفنت الأعظم فإذا بالنبي يمر على ماشطة ابنة فرعون وهناك رائحة تنبعث من ذاك القبر تعبق الآفاق حتى فطن لها النبي أثبت على دينك ولو قرذ نحمك بالمقارير الله الله في دينكم الله الله في صلاتكم الله الله في حسن أخلاقكم الله الله في أعراضكم فإن الدنيا سريعا ما تزول وستلقى مصيرك وتجابه ما قدمت هذه تعلو تعلو لديا الطعاب ثبات ثبات الثانية صلاشفناها دواء الله شفناها وفرها المسأل فننتقل بعد ذلك إلى ترك المعاص لأن المعاص إذا تركتها ربحت الشيء الكثير اللول إن شاء الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل رجلا يحمل على ظهره حزم ثقيلة وهو لا يستطيع حملها ويقول نريد أن أحمل شيئا آخر على ظهره يودي ديغي هذا الشيء أنا أجزي فوقك هذا قال له من هذا يا جبريل قال هذا الرجل من أمتك يتحمل الأمانات وهو لا يقدر على الوفاء بها ويحب أن يحمل مسؤوليات وأمانات أورا تأخير الزمان نبغير البلاسة نبغير المسؤولية نبغير المسؤولية بزهر نكون في الحزب ونكون في النقابة ونكون وزير ونكون رئيس ضلاء المودي والأخرين ما عندهم أمانات ومسؤوليات يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف تعرفوا بالليل انتخابات وخانجح تقال لك ولا لا ما تدي البلايس حنان تديهم حنان تديهم لك لديمقراطية لا يديك الأرض حنان حنان لين حكمه الأمانات أي المسؤوليات تتحمل مسؤوليات الناس تأخير زمان الناس تبغير دعم تحمل المسؤوليات وانت ستحاسب لا تحملش مسؤوليات على نفسك وعلى كل من تحملت أمانته فيحشر صاحب الأمانات يداه مغلولة إلى عنقه إما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه ظلمه ظلم واحد تحتك في الرعية رئيس مصلاحة رئيس قسم لبين على العائلة دياله كل واحد مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خلينا بهذه يبشون الأعراض محافظة عن الأعراض رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يخمشون وجوههم وأطرافهم ويأكلون اللحوم ورأوهم يأكلون لحوم للموت يا ربي يا ربي قال من هؤلاء يا أخي يا جبريل قال هؤلاء المغتابون من أمتك لهذا رأى في الناس وش ماش تشفل أنا غير البارح وهو يطلق تدو في غير زال ورأى قلت القرآن دو 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 لهذا رأى في الناس فاكهة المجال فاكهة المجال فاكهة المجال فاكهة المجال لهذا رأى في النام إذا أصبح ربي بغد تدرف شي واحد هذرف باكم باش تعطيهم الحسنات قال لمواحد إذا كان لابد من تشتيتي الحسنات وإعطاء حسناتك بعد جهدك الذي بذلته لتحصيلها أعطيب لباكم هذرف باكم مكه أدراف الناس الغيبة هذه شفة لحما طيبا حلالا خير ناضج يتركه الناس ويذهبون إلى اللحم النيء المنتن قال من هؤلاء الذين يتركون اللحم الطيب الناضج ويعمدون إلى لحم خبيث نتن النيء قال الرجل من أمتك يترك الفراش الحلال ويبيت في الفراش الحرام والمرأة من أمتك تترك فراشها الحلال وتبيت في الفراش الحرام زيد هالحرام الثاني هالغباء زيد واسم الأموال رأى النبي صلى الله عليه وسلم زيد أقوام لهم مشافير كالإبل مشافير كالإبل تقذف النيران في مشافرهم وتخرج من أدبارهم قال من هؤلاء قال أكلة أموال اليتامة فقرأ قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أكلوا أموال يتامة زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما زيد يسبحون في وديان من دم وقيح وكلما قتربوا من الشاطئ إذا بالملائكة على الغفاف وشواطئ هذه الوديان تلقمهم بالحجارة وتعيدهم إلى وسط الأنهار إلى ما شاء الله قال من؟ قال أكلة الربا من أمتك لان تيريس لان تيريس الربا لان تيريس الربا الربا ورآهم شو واسبوك بطولهم كالديار فيها العقارب والحيات كلما أرادوا أن يقفوا صرعوا وسقطوا قال من؟ قال أكلة الربا من أمتك عندهم الكروش قد الديار يبغوا يوقفوه ويقول لي وطيح لأنك لو عباد الله وهذاك المال دياللان تيريس واللي لهم حنوشا والفاعي وأجارب في المصارين يأكلوهم قال كده شافهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة هاش الكاين شاف الكلمة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثورا أسود يخرج من مكان واسع في مكان ضيق فلما يخرج يريد أن يعود فلا يستطيع قال من هذا يا جبريل قال الرجل من أمتي كلها نمر كيف كيف زيد ينطق بالكلمة يندم عليها ويريد أن يعيدها فلا يستطيع يضروا على الكلمة قداش وتولي علي أم انتع لاش قلتها لي وكان غير ما قلتهاي قال المصر إياكم وما زيد يندم علي إياكم والكلمة التي تخرج منك فتندم عليها لأن الكلمة متى بقيت في صدرك لم تخرج ملكتها فإذا خرجت ملكتك فلا تكن مما تملكه زيد بكلمة ولكن املكها أنت أملك عليك لسانك فلسانك كالأسد الضاري وقد سجنه الله بين جبلين من أسنان وبين جبلين من شفتين أربع حواجز سجن فيها اللسان حتى لا تطلق له العنان عاش الكلام زيد الكلام واسمه خط رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما تقرض شفاههم بمقارضة من نار كلما قرضت عادت كما كانت فهي تقرض إلى يوم القيامة قال من عول يا جبريل قال خطباء الفتنة من أمتك يجي دل حملة الانتخابية غاد اندلكم واندلكم واندلكم وانطلعكم وانعدلكم الطريق وانجيبكم الستاريج وانهودلكم الماء وانفرشلكم واندلكم الزليج واندلكم القدرون واندللكم وانطلع بابك قلوا يرجح مشاه قول لذلك الخطبان تعدين اللي يطلع للمنظر يعجبك في الخطبان تعو وإذا لاحظت سلوكه وجدت أن قوله في واد وفعله في واد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون هذا هذا الشفاة تقرض إلى يوم القيامة ربي 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 زيد الكلمة اللي حرام شوفوا شحان شفاة الكلايم سيدنا رسول الله رأى أقواما تشرشر أشداقهم إلى شحمات آذانهم كلما شرشرت عادت كما كانت فهي تشرشر إلى يوم القيامة لا يعني أن تشرشر قلوا من هؤلاء قال الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يكذبها هنا زيد ونقلها التلفزيون ويقول لي ذلك الكذبة في العالم كما كذبة أبريل كذبة أبريل هندريش عجلتها على أبريل يوم هيا غدى كذبة أبريل يقولها كذبة أبريل يبقوا الناس يسمعونها كذبة أبريل واروح تشوفوا أحبيبيا لي كذبة أبريل كذبة أبريل من هنا غيلة لأهنط قطع من هنا غيلة لأهنط قطع هذي تولي بخيطة يولي قطع هذي هذي تخيط وهي هكذا خدمين معه وصابرين مع الملائكة اثنين ينفضوا أمر الله على حقاش كذاب الكذوب 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 كاي اللي عايش غيره الكذوب تجارت وكذوب وخدمته كذوب والوعود كذوب بيه الكذوب بيه الكذوب إلا ما كذبش عنده بحال اللي عايش بيلا هو الله يستري يا رب أربي يقول ألا لعنة الله على الكاذبين بلعو قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآية الله الكذاب مش يمومن لأن المومن يكون صادق الكذب ينافي الإيمان لأن الإيمان تصديق والكذب نفاق يشعلوا النار واش تجلوا هكذا يجلوا واحدة يبنيوا هكذا وجوه النار لتحت كده إذا كتلت النور دير هاك واسع وكيجا هنا وهنا في نجا بزودة مضيق هاك وهم باللعب البوشون شكون كايل تحت ما شكون كايل تحت شكون كايل نساء ورجال عرات والنار تشتعل فيصعدون ويصرخون ثم ينزلون ثم تشتعلوا النار ثم يصعدون ما يقدرش فيعودوا قال من يا جيبي قال الزونات من أمتك الله أكبر زوج مرات الله أكبر زيل كانش عاجة أخرى اللي شاب هاك 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 هذك الثورة اللي قلت بتاع الكلمة هذك قلتها بتاع أكلت هذك قلنا هذك بالخمشون وجوه بأذفارين من نوح هذك واللي عمو مفد بقلنا ما 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 أرى النبي صلى عليه وسلم هو أسلاك يمر عليها الرجل ف يأخذ هذا السلك واسمه واسمه يأخذ من ثيابه فيقطعها قال من هؤلاء قال خلق الطاع الطرق المفسدون في الأرض من أمتك هذك نحن كيسميهم كيسميهم الشرميل في سوريا كيسميهم الشبيحة في مصر كيسميهم البلطاجية في مغاربة كيسميهم الشرميل في الجزائر كيسميهم الشمكارة الشمكير والشرميل والكلوشير يصور لك داع الويسكية هاك والخدمي هاك والفلوس يقبضهم ويقبض المراه هكذا ويقبلها هاكذا ويقبلها هاكذا هو يأخذ ويقل عليها البرتابر وفليسة واللي يمشي هكذا عن المطار هو مزوج ويخلي المراه فايتا ويقبلها هكذا ويقبلها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو الرحيم يقتلوا أو يصلبوا هذا مصيب هذا كفر وزع والناس كل شي يخطبوها بغو يديوها ياو يدرها شي بانية يو درها غادي تموت لها الناس بغاو الذهب ديالها من هي يا جبريل هذه الشمطاء قالوا هذه الدنيا افتخر زمن كل شي بغي الدنيا واخر ما بقى فيها وانسوا الآخرة غرطهم هاد الشبانية غرطهم مش الويزاد مش عاجاك ذا ترق بش زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعام هي وكيش عاجاك ورشافا بسيطة ملولا لا هازم ما بتش تقوله راق ومن ترذخ رؤوسهم بالحجارة كلما رذخت عادت كما كانت فهي ترذخ إلى يوم القيامة قال من هؤلاء قال المتفاقلون عن الصلاة من أمتك يسمعون الصلاة خير من النوم وهم شخرين ترذخ رؤوسهم بالحجارة يكب حسب لك لحنا نقوله هذا الشيء زمرها على شخة الناو لا لحنا نقوله قال لي اسمعناه من هاد الناس من المسلمين شفن في الإسراء والمعراش المتفاقلة رؤوسهم عن الصلاة يسمعون الآذان ولا يستجيبون وإذا سمعون غزاة الشياطين استجابوا هذا كي هرسوا لصلاة يلقوا تهرسوا إلى يوم القيامة لذلك إن شاء الله تعالى هالليامات انتعى أرجب هالليامات كرم فيها الله تعالى هالأمة كرمها باش باش بالإسلام والصلاة والدعوة هذو ثلاثة ونهاها عن كل ما يستجلب به العبد وصخط الله ما بغيش نقول لكم واحدا حادي الضائف ولكن ما عليش نستنسوا به رأى النبي مع جبريل أنسى معلقات بالشعور ديالهم ما بغيش نقولها ولا كي إني لأن أضعيفها شوية ما بغيش نديرها ولا كي إني ولا بدي نقولها واش غادي قال لش كون هذا قال المرعة من أمتك تخرج بشعرها عاريا يراه الناس يا أحبيبي يا رسول الله قطغي في الشعر يا أحبيبي يا رسول الله قطغي في الشعر يا أحبيبي يا رسول الله السعيدية والبحر وكل شيء والعياذ بالله يدفعوا إنسان تعنا إلى التعري على الشواطئ وفين في الديار في التليفزيونات أعلمونا بنتنا في المسلسالات كي داير هذي اللباس أش من ثقافة اللي كيدعيولها في الدار يا ربي ذاك شجرة دخل حتى الديار آره عامة أرب حرع عام عن الأمة عام عن الأمة ولي ذلك من يقول لك قال له شكون هذا قال له هذا من أمتك ذوكو النساء اللي كيخرجوا وشعرهم عريان شوية يعني دايلة الفورانة ويبلها شوية منها يا رسول الله ولي خارجة قاع ما عندش قاع الشعر قاع قل عات وقاع وبالسروان وبتركو وش هذا عباد الله هذه تكوش هي هو اسم ونقول لكم الله يثبتنا والله يستر أولادنا والمسلمين والله يعفو علينا والله يشعر سيدارب يشوف فينا بعين رحمته